بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حريفة من عطا لحن ساعة البرامج الان شرح مهمة جدا بسيطة وهي مثلا يعني لنفترض انه مثلا عندك الجهاز الخاص بالدفع عن طريق الكرت انه فيه مشكلة وما بيعمل كونكتنك مع برنامج النقاط البيع أو سيستيم البوس يعني عندك هي مشكلة مشارات يعمل كونكتنك حتتواصل مع هنا احنا راح نعمل لك الموضوع ده انه خاصل انه مش شرط تمام ان راح تساوي انت طبعا الاتي اللي افترض مثلا يعني انه نفترض انه هذا هو الجهاز تمام الجهاز الآن امامك انت راح تكتب فيها السعر اي انكان اللي حيدفع لك العميل منها اللي هو الكرت 200 ريال 300 ريال اي انكان هتسجلوا هنا تمام تسجيل يدوي وتسحب المبلغ من بطاقة العميل تمام وترجعه للبطاقة حلوين انتهنا احنا من هذا النقطة النقطة ثانية اللي حتسويها مثلا هو اليوكر مثلا انا حبيع علام اي صنف انا مثلا انا ربيع الصنف هذا تمام او عديد اصناف ونزلت مع الفاتورة عندي كلمتين بسكينة فانا ابغاء القيمة اللي عندي هنا شايفين قدامي هنا ابغاء ينزل في الكروت كلمتين بسكينة اللي عندي او عميل دافع الكرت وانا سحبت الفلوس والعميل مشى خلاص او مستني انه ياخد من عندي الفاتورة كيف انا انزل من النقدي انا انزل على الكرت ايش سيسوي انا الان لما احبب يفعلك الموضوع هذا انه ما يحتاج انه يكون فيه سيسوي تحديث في الكاشير عن طريق المهندسة او موضف الائتين هتعمل F80 تمام وحتمال بعد كده F9 تختار نوع الكرت اي ان كان تمام وتعطيه موافق ان القيمة دي مزبوطة ولا تبدأ تعديلها ولا فيه شيء اشياء مثلا جزء منه يروح النقدي جزء منه يروح مثلا كرت تمام اي ان كان نقوله موافق لاحظوا معايا هنا انه صار في النقدي 45 شايفين معايا وراح ننجي 300 لان احددته فكده احفظ فاطور واتباعها ان شاء الله تعالى وبكده اشراح انتهلم هذا التوتوري البسيط المختصف السلام عليكم متوفيق والسداد تحياتي لكم شكرا